تم تعين نادا بياز المديرة السابقة للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدر البيضاء مديرة عامة للمجموعة على المستوى الوطني وقد تميز المشروع التنموي للمجموعة كما هو مقدم من طرف المديرة العامة الجديدة باعتماده على ثلاثة قيم ذاتية تحكمت في بلوارته وهي قيم المسؤولية في العمل والطموح في الأهداف والالتزام بالنتائج لتقدمات للجنة وقدمت أيضاً واحد المشروع واحدة استراتيجية وقفزان وعية التي ستكون في بلسكاو إن شاء الله التي نلت أجاب جميع الناس الذين كانوا في هذه اللجنة ويهدف مشروع ندى بياز للمحافظة على المجموعة كمؤسسة رائدة على المستوى الوطني في مجال التكوين في التجارة والتدبير مع نهج مقاربة الانفتاح على التعاون الدولي عبر اتفاقيات شراكات دولية بشكل عام ومع الدول الإفريقية بشكل خاص هناك اليوم تحديات كثيرة من أجل تقوية المركز الريادي للمجموعة وكذلك ضمان نموها بشكل مستمر ومستدام فالتحدي الأول هو تحسين جودة التدريس بشكل عام وتنوعه والتحدي الثاني هو إنجاح الانتقال الرقمي من خلال ترقيم تدبير المعهد وقد تبعت نادا بياز دراستها الجامعية بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات حيث حصلت على شهادة السلك الأساسي في 1991 للحصول بعد ذلك على دبلوم الدراسة العليا في العلوم الاقتصادية بجامعة الحسن الثاني بالبيضاء سنة 1994 كما تميز مسارها المهني بالتدريس بالتعليم العالي الخاص وبذلك تكون نادا بياز قد ركمت من خلال هذا المسار تجربة غانية ونوعية مزجت بين التعليم العالي والمبادر الخاصة والتكوين البداغوجي وتدبير الجامعي شكرا